اعزائي طلب الطالبات ديبلوم المدارس السنوية الصناعية تخاص الالكترونيات اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الاتصالات الالكترونية كنا بدأنا في نهاية الحلقة السابقة كنا بنتكلم على تأثير الطبقات اللي هي داخل طبقة الانسفير اللي هي طبقة الدي والإي والإف على ارتداد او انعكاس الترددات زي ما احنا قولنا الاربع طبقات دول موجودين داخل طبقة الانسفير وكل طبقة من دول مسؤولة عن عكس تردد معين يعني كنا تكلمنا برضو في اخر الحلقة السابقة قلنا الترددات اللي هي اقل من اتنين ميجا اقل من اتنين ميجا بتصطدم عند الطبقة دي وترتد خلي باقي احنا عندنا اربع طبقات طبقة دي طبقة اي والطبقة اف خلي باقي معايا واف دي فيها اف واحد اف اتنين وقلنا التردد لما كان خمستاشر ميجا اختركت دي وارتد وانعكس عند مين عند طبقة دي طب التردد بعد كده خلي باقي معايا لو التردد ده اقل من 30 ميجا اقل من 30 ميجا هيوصل لحد الاف يعني هيخترك الاف دي والاف ويوصل عند الاف ويبتدي انعكس طب لو اكتر بقى من 30 ميجا يبقى اقل من 30 ميجا بيوصل لحد الاف ويرتد طب لو اكتر من 30 ميجا لا ده هيخترك ويبتدي يطلع للفضاء الخارجي تعال ورضو نشوف بالتفصيل كل تردد هيرتد من عند اين هي طبقة من الطبقات الموجودة داخل طبقة الانسفير سواء كانت الدي او ال اي او الاف تعال نشوف الكلام ده عشر تأثير الطبقات اللي هي الدي وال اي والاف على انعكاس الترددات وده اللي كنا الجزء ده اللي احنا وقفنا عليه في اخر جزء في الحلقة السابقة تعال نشوف بها اول حاجة عندي زي ما احنا قلناه بشكل عام فان الموجات اللي ترددها بص اقل من 2 ميجا بده ارتد من عند النقطة دي الموجات زات 15 ميجا ترددها 15 ميجا ترتد عند مين عند الاي الموجات القريبة واقل خلي بالك القريبة وقال من 30 ميجا هيرتز ترتد من عند النقطة الطبقة العرية اللي هي اف الموجات اللي اعلى تردد من 30 ميجا فانها تختارك المجال الجوي مغادرة الارض نحو الفضاء وده اللي بتوصل فيه الفضاء الخارجي تعال شوف زي ما انا قلت لك كده الغلاف الجوي اهو وقالة الطبعات بتاعته التروبوسفير ستراتوسفير الميزوسفير السيرموسفير بقى الجزء اللي خاص بقى موجود اللي فيه الايونوسفير الايونوسفير فيها مين ايوة فيها الطبقات دي ال-D وال-E وال-F هذا الغلاف ال-E وال-E اللي هو الآيوني سفير شايفوا اهو اللي موجود جوه مين موجود جوه السيرموسفير تعالوا نشوفها هنا خصائص طبقات الآيوني سفير اللي هي ال-D وال-E وال-F واحد وال-F اتنين كل طبقة هنقول ايه الخواص بتاعتها الطبقات دي خلي بالك خليك فاكر الطبقات دي موجودة داخل طبقة الآيوني سفير طبقة أربع طبقات الطبقة الأولى هي D وبعدين F1 وبعدين F2 دي الطبقات الموجودة داخل الغلاف الغلاف العيوني اللي هو العيون السفير الطبقة دي كل ده اللي بيتكلم عليه داخل العيون السفير خليك فاكر خليك فاكر ويسقوي أنه احنا دلوقتي جوة طبقة الغلاف العيون السفير ان احنا موجودين فين ركز معك وايس قوي عشان ما يبقاش زينك لا احنا جوة طبقة الغلاف العيون السفير في ايه جوة طبقة الغلاف العيون السفير في اربع طبعات ال D وال E وال F1 وال F2 فهمنا الجوزة كويس الثاني احنا دلوقتي موجودين فين جوة طبقة الغلاف العيون السفير وطبقة الانوسفير دي كانت موجودة فين موجودة في السيرموسفير في الجزء السفلي بتاعها دخلنا جوا طبقة الانوسفير لأنه عندنا مجموعة طبقات اللي هي F1 و F2 D و E و F1 و F2 وكل واحدة من الطبقات دي لها خصائص معينة تعال نشوف خصائص كل طبقة من الطبقات اللي هي موجودة داخل الطبقة اللي هي بتاعة الانوسفير نرجع الطبقة دي اول طبقة في الاولوسفير تقع على ارتفاع من 50 الى 90 كم قريبا من سطح الارض لا تظهر هذه الطبقة الا في النهار حيث تبدأ في التلاشي والزوال مع اتداء ظلمة الليل ومن اهم خصائصة خلي بالك الطبقة دي ما بتبانش غير فين في النهار لو تفتكر في الحالة السابقة الديول ايه بيبقوا طبقة واحدة بالليل وبالنهار طبقتين والف واحد والف اتنين بالنهار طبقتين وبالليل طبقة واحدة وكام ده هنشوفه بالتفصيل نشوف الاول اهم خصائص الطبقة دي خصائص الطبقة دي اول حاجة بص بتعكس الموجات ذات التردد المنخفض اللي هي يبقى اول حاجة عندي دخلت خلاص خلي ركز معاك وايس اول خليك معايا بنتكلم على الخلاص من حيس مين من حيس الترددد بتاعتنا ما احنا كل اللي بنتكلم عليه الغلاف الجوي ده وكل الموضوع اللي هنشرح فيه عشان نعرف الغلاف ده بيعمل ايه في الموجات اللي احنا بديبعتها يبقى طبقة دي دي اللي هي اول طبقة في الايون سفير من جوه دي بتعكس التردد بتاعت مين الفري اللي هو التردددات المنخفضة جدا يبقى دي اول حاجة في الخصائص بتاعت مين بتاعت الطبقة دي تعالي نشوف الخاصيات تانية زي ما احنا قلنا اول حاجة بتعكس الموجات زي التردد المنخفض جدا اللي هو very low frequency مما يوفر امكانية الاتصال باستخدام الهوائيات بقى سهل جدا عملية ايه الاتصال اثنين بتمتص موجات التردد المنخفض يعني ما بتعكسها موجات التردد اللي هو منخفض اللي هو مين low frequency الله يبقى نقف هنا والمتوسط اللي هو ايه medium frequency يبقى الطبقة دي دي خلي بقى معايا تعكس مين التردد المنخفض اللي هو very low frequency التردد اللي هو يعني مخفض جدا very low frequency ده بتعكسه واللي ما بتعكسهش مين وتمتصه التردد المنخفض اللي هو low frequency اللي هو LF والmedium frequency المتوسط بدون بتمتصهم ومتعكسهمش يعني ايه الكلام ده يعني لو عندي هوا ايه ارسال هوا ايه ارسال بيبعت تردد منخفض جدا وتردد منخفض وتردد متوسط وبعدتهم على الطبقات السماوية او موجات السماوية هيروحوا للطبقة دي طبقة دي تعكس التردد المنخفض جدا اللي هو very low frequency اما التردد المنخفض والمتوسط بتمتصهم وما تعكسهمش يبقى دي خاصيتين مؤمن جدا في مين في الطبقة دي اللي موجودة داخل الجزء الخاص بالايوني سفير او طبقة الايوني سفير تعال شوف بقى الخاص يبقى عندي تعرفة الطبقة الخاصية الاولانية والخاصية التانية الطبقة دي شوف بقى خاصية بين التالتة بتعكس الموجات تلاتة تقريبية يقل ترددها عن تلاتة ميجا يعني اي تردد أقلي من تلاتة ميجا هتعكسه تؤثر على الموجات التي تزيد ترددها التي تزيد ترددها عن تلاتة ميجا تأثر ايه بس بتاعكسه ويقل هذا التأثير بزيادة التردد كل ما التردد دي يعني كل ما تأثرش على عليه يعني الطبقة ايه بتاعنا نشوف الخلاص بتاعتها ودي الطبقة التانية في الانوسفير الطبقة ايه دي بتقع على ارتفاع مئة كيلو متر من سطح الأرض وبتختفي تقريبا خلال الليل أيوة زي ما قلتلك كده وكلام ده هنشوفه بالتفصيل برضو وبتنشأ من تأيون جزيئات الاكسوجين ومن أهم الخصائص بتاعتها تعكس موجات حتى 20 ميجا هيرتز يعني التردد لو حتى وصل 20 ميجا بتعكسه تسمح باتصالات المدى المتوسط اللي هو الميديم حتى 1900 كيلو متر تقريبا بتؤثر على الموجات التي يزيد ترددها عن مين عن 20 ميجا هيرتز ويقل هذا التأثير بزيادة درجة التردد أو بزيادة التردد زي مين زي الطبع ايه بالزبط طبع F1 بتنشأ من تأيون جزيئات مين نيتروجين ومن أهم خصائصها شوفها خصائصها بالتنسب للترددات واحد بتقع على ارتفاع 200 كيلو متر من سطح الأرض بص بتمتص مين بقى تعمل على امتصاص بعض الموجات التردد العالي اللي هو High Frequency بتمتص بعضه وتوهين بعضه الآخر آه يبقى خلي بالك بقى معايا لو بعدت High Frequency أو تردد عالي على الطبق اللي هي F1 بتعمل ايه بتمتص بعض الترددات اللي هي High Frequency الترددات العالية خلي بالك معايا بتمتص بعضها وبتضعف بعضها توهين ترددات يعني إضعاف الترددات أنا عرفت دلوقتي أول خاصية في خاصية في من في الطبقة اللي هي F1 بتمتص موجات من الموجات ال High Frequency الترددات العالية وفي نفس الوقت بتعمل عاملية توهين للبعض الآخر بتاعنا نشوف باقي الخصائص بتاع الطبقة F1 اتنين زي ما احنا قلنا هي اللي قلنا تعمل على امتصاص بعض موجات التردد العالي وتوهين بعض الآخر تلاتة الترددات التي تخترق الطبقة ال E خلاص عدت من ال E تمر أيضا إلى الطبقة F يخترق ال E هيوصل لمين لل F1 ويتم عكسها عن طريق الطبقة اللي هي F2 يعني توصل ل F1 وبعد كده من اللي هيعكسها F2 الطبقة F2 ودي اعتبر آخر طبقة في طبقة العيونسفير اللي هم آخر طبقة في الطبقات الأربعة اللي هم D وال E وال F1 وال F2 يبقى دي آخر طبقة فين في طبقات الطبقة العيونسفير طبقة F1 F2 أسف تنشأ من تأيون العديد من زرات الأكسجين والهليم والهيدروجين الخصائص بتاعتها طبعا تقع هذه الطبقة على ارتفاع 400 كم من سطح الأرض هذه الطبقة الأكثر كسافة بالآيونات والأكثر فاعلية نشوف في التأثير بتاعها هذه الطبقة الأكثر أهمية في الاتصالات بعيدة المدى خاصة في مجال الترد العالي اللي هو ال High Frequency حتى تصل إلى 30 ميجايرتز خلي بالك 30 ميجايرتز لو عليت أكتر من كده بتختارك زي ما احنا قلنا تختارك وتوصل للفضاء الخارجي 30 ميجايرتز حيث تعمل على انتشار الموجات العالية التردد إلى مسافات بعيدة بتاخد ال High Frequency وباتبعته لمسافات بعيدة طبقة بص طبقة ال F1 وال F2 تندمجان يعني بيندمجوا في فترة الليل لتشكلها طبقة واحدة اسمها F وبرضو ال D وال I هيشكله طبقة واحدة يبقى بالليل زي ما احنا قل ليلة تشكلها طبقة بين طبقة واحدة اسمها F وبالتالي يكون انعكاس الموجات واستقبالها ليلا أفضل منه نهارا صح استقبال الموجات بيبقى بالفترة بتاعة الليل دي بتبقى أفضل بكتير جدا من بالنهار ويتم بصورة أفضل خلي بلاك بقى معاه أحيانا تجيب جهاز راديو ويكون في محطة مثلا بتاع بالتبعيدة زي خارج عندنا بالنهار تبصت صوت متلاقيه يعني يعني فيه عليه واش وزن وفيه تشويش لو بصت بالليل للمحطات البعيدة طبعا بيبقى جهاز راديو يعني فيه عدة موجات SW1 وSW2 وSW3 موجات كتير جدا لإستقبالها فلما تكون محطة إرسال بعيدة من بلد بعيدة بالنهار ما قداش يسمحها بصوت واضح بالليل ممكن تتسمع بصوت واضح جدا وعشان كده الكلام ده كله جاي منين جاي من الطبقات اللي هي موجودة في طبقة الأيلوسفير اللي هم الأربع طبقات اللي احنا قلنا فيه طبقتين D والA بيبقوا طبقة واحدة والF1 والF2 بيبقوا طبقة واحدة ده بيساعد في عملية خلال إيه خلال الليل ده بيساعد في عملية مين انعكاس الموجات وبالتالي بيساعد في تحسين عملية استقبال الموجات في عجزة مين الاستقبال تعال نشوف بقية الخصائص بتاعة الطبقة الF ونشوف الطبقة الF والطبقة F1 وF2 لما بيندمجوا ليلا وطبقة D والA زي ما قلتك طبقتين F1 والF2 تندمجان ليلا لتشكلها طبقة طبقة واحدة اللي تسمى F1 وبالتالي يكون انعكاس الموجات واستقبالها ليلا افضل منه نهارا ويتم بصورة افضل تعال نشوف بقية شكل طبقات الانوسفير خلال النهار والليل زي ما قلتلك خليك فاكر ان كل طبقتين بيندمجوا مع بعض اهو اللي انا شايف قدام مني ان احنا قسمين الجزئينهم فترة النهار وفترة المساء وهينا كاتبلك اللايرز اللي هي الطبقات Off In Off زي ايون سفير الطبقات بالليل بتاعت مين الانوسفير دي بالليل في الجزء اللي يصار بتاعته وبالنهار اللي هو الجزء العليمين في الجزء اللي عليمين على الصن اللي هو الشمس وخلي بقاك دا ال D رجن. منطقة مين? ال D. ودي ال E رجن. منطقة ال A? ال E. ودي منطقة ال F رجن. ال F رجن بص معمولة ازاي F1 و F2. مقسومة. دي الكرة الارضية على فكرة. اهي. الكرة الارضية. ادي اوروبا و ادي اسيا و ادي افريقيا. ده الكرة الارضية. طب ده الكلمة بالنهار. بص كده بالليل الطبعتين دول لهم F1 و F2 بقوا F رجن اهم. بقوا طبعة واحدة. وال D وال E الاثنين دول بقوا طبعة واحدة وسميناهم ال E. يبقى ال F1 وال F2 دول بالنهار بسميهم طبعة واحدة F1. F. وبالنهار وبالنهار هم طبعتين F1 و F2. في الفترة المسائية ال D وال E بسموهم طبعة ال E. في فترة الليل. فترة بالنهار لا ده فيه D وفيه E وفيه E. وهنشوفها بصورة اوضح برضو. اهي. ادي النايت واحدة D يعني بالنهار وادي ايه ده الليل وده النهار. شوف النهار فيه طبعتين اهم اديوا ال E. بالليل اندامجوا مع بعض وشكلوا طبعة مين ال E. ودي بالنهار طبعة F1 و F2 لتنين طبقوا بالليل الطبعتين دول اندامجوا مع بعض وبقوا اسمهم ايه F. طيب تعالين شوف فقا بص ده الكرة الارضية هي. ودي امواج الراديو اللي يعني موجات بتاعتنا بتاعت الارسال. وقادي الطبعتين ال D وال E مع بعض ده كان ده بالنهار. وال F1 وال F2. ده طبقات رغرافق ده والمتاينة خلال النهار. طب في بالليل لأ. بص. الليل بقى ايه? الطبعتين ال F1 وال F2 بقوا طبعة واحد اسمها F. وال D وال E بقوا طبعة واحد اسمها ايه. تعال نشوف هنا. بالتفصيل بقى الموجات بتاعتنا ايه اللي هيحصل فيها بالليل وبالنهار. يعني تأثير الطبعة بتاعت ال F1 وال F2 وال D وال E. تأثيرهم ايه على الموجات بتاعتنا. مهم نركز في الجزء ده قوي. يعني دي دلوقتي موجات اللو والهاي والفيري. خلي بقى اجبا معاه. عندي موجوء يعني مجموعة ترددات هرعاتها. الفيري اللو فريكونسي. واللو فريكونسي. والميديم فريكونسي. والهاي فريكونسي. والأبر هاي فريكونسي. تردد مخفض جدا. تردد مخفض. تردد متوسط. والتردد عالي. وتردد بعد العالي. اللي بنسموه ابر هاي فريكونسي. اما التردد العالي اللي هو بنسميه الاتش اف. طيب تعال شوف الكلام ده. لما فيه ترددات عندها بعتها اللي هي المجموعة الترددات اللي قلتك عليها دي. هيحصل لها ايه بالنهار وبالليل في الطبقات اللي اتكلمت عليهم اللي هما الدي والاي والاف واحد والاف اتنين. طيب انا عارفت هسجل بقى كل واحدة هتعمل ايه من الطبقات دي او تتعامل ازاي مع الترددات اللي انا هبعتها. تعال نشوف كده بالراحة كده واحدة واحدة. اللون ده اللي هو اللون الاحمر اهو لون فريكونسي. ركز معك كويس قوي. اللون اللي هو البرتقاني ده اللي هو الميديم فريكونسي التردد متوسط. اللون البنفسجي الفاتح ده اهو ده بسميه هاي فريكونسي. اللون البنفسجي الغمق جدا بسميه اوبر هاي فريكونسي اللي هو يو اتش اف. بص بقى خلي بقى معايا. بالنهار بص ركز كويس قوي. اول واحد عندي اللو فريكونسي. بص بينعكس عندي مين? اهو. اللي هو ده. بينعكس عندي مين? عند الدي لاير. خلي بقى لك معايا. ده فين? ده بالنهار. لو روحتي بالليل ما فيش دي لاير. ده عاية تحكس عندي مين? عند ايه اهو. طيب تعالي التردد التاني. التردد التاني هو التردد متوسط. لا ده ده دي متوسطه. الدي متوسطه. فين? بالنهار. وما تعكسش. لا بالليل اللي عكس اهو. اهو. اللي بدون البرتقاني ده. اللي هو الميديم ويف تردد متوسط. نجي للتردد التالية اللي هو الهاي فريكونسي اهو. بالنهار ايه اللي حصله? راح وصل لحد الاف واحد. هون عكس? في اخر الاف اخر طبقة الاف واحد اهو. اتعكس. اللي هو مين? اللي هو الهاي فريكونسي. هنا في بالليل انعكس عند مين? عند طبقة الاف. لان هم اتنين دوقتي بقى طبقة واحدة. طيب عزيم قوي. نشوف بقى اليو اتش اف. اليو اتش اف. اللي هو بلون البنفسج الغامق ده. بص كده ده هنا خرج برة خالص الطبقات دي كلها. اه يبقى ده ترددات اعلى من مين? من تلاتين ميجر. بالنهار او بالليل بيخترق ايه جزء الفضاء? بيخترق او الغلاف الجوي وبينطلق الى ايه? الفضاء الخارجي. ده اللي هو مين? اليو اتش اف. هنا عندي شكل برضو بوضح لي تأثير الموجات والطبقات بتاعتنا. ادي خلي باك معايا فيه تلات ترددات. زي ري. لو فريكونسي تردد مخفض جدا. وعندي الهاي فريكونسي. هنشوف تأثيرهم ايه بيتم التبقات دي. اللي هي الدي والاي والاف. تأثيرها ايه على الترددات دي? ده طبعا انبعاث فوق الشائعة فوق البنفسيجية بتاعت الميجام الشمس. وهنا فيه اتصالات زي ترددات عالية اللي هي الهاي فريكونسي. والاتصالات ده زي ترددات مخفضة اللي هي فيري لو فريكونسي. تعالوا شوف كده. ترددات المخفضة ايه? بتتدى عند منطقة الدي. ايه. حتى ما وصلتش عند الدي كمان. تعالوا شوف فقه. ليه؟ بتتدى عند الدي مين? الهاي فريكونسي ايه. دي الهاي frequency. إنتدتها عند مين؟ عند ال-D. يبقى الطبقات دي بتبتدي الشغل عند ال-high frequency وال-low frequency. ال-very low frequency قبلها بيبتدي إيه؟ بيرتد وينعكس. دي طبعا الأكمار الصناعية بتاع خاصة بال-UHF. ودي طبعا خاصة بالأشعة اللي فوق البنفسجية اللي هي بترتد أو بتنطلق أو بتنبعث منين من الشمس. تعالوا شوفها هنا شكل بيوضح لي الانتنة and wave programmation. الجزء الخاص بانتشار الموجات أو الهوائيات وخاص الهوائيات وقلقتها بانتشار الموجات. ال-programation ده اللي هو خاص بالانتشار. خلي باجبا معايا عندي كم نوع من الموجات. في سكاي ويف موجة سماوية وهنا في عندي مايكرو ويف مليميتر ويف. كل دي موجودة عندي. كل شوفتها وقت الانيوسفيرة هي. بوس سكاي ويف بتنعكس من مين من الانيوسفيرة هي. أما الموجات اللي خاصة بالتصالات communication اللي هي بوس خرجت برة الانيوسفير خالص هي. وفي عندي السيرفيس ويف اللي هي الموجات السطحية بتاعة الأرض. الموجات اللي زيابة بتمشي على سطح الأرض. وفي داريكت داريكت ويف اللي هي الموجة المباشرة. يبقى دي الموجات أو خاص الجزء ده بيوضح لي علاقة الأنتنة اللي هي الأوائيات مع الموجات. سواء كانت موجات سماوية أو موجات أرضية سكاي ويف مع طبقة الانيوسفير وناكسها. وبعدين الموجة التانية اللي هي داريكت ويف المباشرة وبعد كده السيرفيس ويف وبعد كده عندي جيني الموجات بتاعة مين الساتيلايت اللي احنا قلنا عليها بتختارك الايونسفير. الطبعة الأخيرة خلي باك با معايا اللي هي موجودة عندي في طبقات الغلاف الجوي هي طبقة الاكسسفير ودي ye طبعا آخر حاجة في طبقات الغلاف الجوي ودي اللي هي حلقة الواصل بين الغلاف الجوي وبين الفضاء الخليف والجزء ده خاص ب اللي موجود فيه اللي هي الأكمار الصناعية اللي هي الأكمار مين الصناعية طبعا الأكمار الصناعية بيستخدمها استخدمها كتير جدا بيستخدمها في معرفة حالة الجو وشكلها ايه وفي نفس الوقت الوقت الجي بي اس دلوقتي اللي هو ازاي بتحرك السفن والكلام ده كله والطائرات وفي نفس الوقت احنا كمان بيستخدم الجي بي اس اللي هو الجزء الخاص الجي بي اس ده على الارض اي مكان معين بيكتبه ويبتزهر لبقى الطريق اللي انا عمش فيه في نفس الوقت في الموجات اللي هي سلكية الموجات بتاعتنا الكارمواصية بقى لسالة الازاعي ده مهم جدا لسالة عموما تليفزيوني والازاعي دلوقتي يبقى فيه الجزء الخاص كمان بساتيليت هو ده خاص بالاقمار الصناعية تعال نشوف الطبقة بتاعت الاكسسفير ونشوف الخواص بتاعتها طبقة الاكسسفير الترتيب هي طبعا اخر جزء هي طبقة الجزء العلوي من طبقة السيرموسفير اخر حاجة ودي طبقة اللي هي طبقة الحرارية وذي الطبقة التي تبص يندمج فيها الغلاف الجوي مع الفضاء الخارجي اخر حاجة في الغلاف الجوي وتوجد بها الاقمار الصناعية اهمية طبقة الاكسسفير تستخدم في الاتصالات دي واحد رقم اثنين في البس التلفزيوني اللي نقولتك عني بتاعت سترايت تلاتة في التعرف على الطاقس ادي طبقة الاكسسفير وهي طبعا زي ما قلت لك المنطقة التي يندمج فيها الغلاف الجوي للارض بالفضاء الخارجي وتسبح فيها كل الاقمار الصناعية الاقمار الصناعية وبتستخدم في عدة مجالات الاقمار الصناعية بتستخدم فيه معرفة الطاقس دي حاجة الحاجة التانية ان الاقمار الصناعية بتستخدم في البس التلفزيوني زي ما قلت لك اللي هو سترايت وبتستخدم فيه الاتصالات اللاسلكية يبقى كل ده خاص بمين بطبقة الاكسسفير هنشوف دلوقتي شكل بيوضح لي فكر لي تاني بالطبقات طبقة التروبسفير وبعدين طبقة بتبعت 15 كم عن صفحة الارض طبقة اللي هي سترايت سفير تبعت 50 وطبقة الميزوسفير بتبعت 85 كم وطبقة الحرارية دي اللي بتبعت 95 سيرموسفير اللي هي بتبعت 590 كم ومنساش ان السيرموسفير بتنقسم لجزءين جزء اسوفلي اللي هو الانيوسفير وجزء العلوي اللي هو الاكسسفير ملخص طبعا لطبقات الغلافة الجوي طيب الجزء ده اللي هو حنشوف فيه خصائص كل طبقة الوحدة ايه يعني في الملخص ده حلم كل الخصائص بتاعة كل طبقة من حيث درجة الحرارة وبعدها عن سطح الأرض والضغط الجوي بتاعها وتأثيرها ايه عن الموجات بتاعتنا اللي هي اللاسلكية دي هنتكلم عليها ان شاء الله بإذن الله على الملخص ده كله في الحلقة القادمة بكده يبقى وصلنا الى نهاية الحلقة اليوم نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة وإلى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله